عايزة اتكلم بس على حاجة معينة لان الواحد لما بيبص على اللعيبة في بداية المباراة بيبص على حاجات معينة قبل المباراة وبعد بداية المباراة يعني حاجات صغيرة يعني ممكن تلاحظ منها اشياء كتير يعني انا كنت مشفق على لعيبة جدا 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 في بداية المباراة لما شفت اي من اشرف ازاي بيدوس على نفسه علشان يبتدي الجيم وهو من قبلها متعور مع منتخب مصر وعنده اصابة جامدة انما تحمل على نفسه ونزل الملعب عشان خاطر دي روح الفانيلا الحامرة علي معلول والاصابة اللي هو كانت عنده في البطولة كسر الامم العربية كسر العرب وان هو ييجي وينزل ويدوس على نفسه علشان يقدر مع زميله يجيب بطولة جديدة وكنا شايفين في يعني انا اشفقت عليهم صراحة انا اشفقت عليهم في البداية لان انا شايف يعني ناس يعيني بتحاول تعمل مجود مضاعب بتحاول تخش جوا الجيم وهي اصلا تعبان حمدي فتحي الشناوي شفنا الاصابة بتاعة عمر السلاء واصابة عمر السلاء دي تأثر على اي فريق خصوصا ان هو راجل في افضل حالاته الفنية والبدنية حتى ياسر ابراهيم نلتمثل العزر في حاجات كتير جدا 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 لان مهمة صعبة جدا 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 لما الماتش خلاص هيبتدي وتيجي تجيب واحد طبعا نوعية لعيبة النازل الاهلي غير ولكن علشان يهيأ نفسه بسرعة ويخش جوا الجيم بسرعة بتاخد وقت فانا كنت فعلا مشفق على اللعيبة دي مشفق على شريب مشفق على افشة مشفق على مجموعة اللعيبة الدولية انا كنت مشفق عليهم جدا 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 وخصوصا بعد ما جاء الهدف المبكر فينا الشوت الاول مش عايز اتكلم على الحالة الفنية ولكن اللي حصل يربك اي حد اللي حصل يربك فعلا اي فريق الشوت التاني عايز اتكلم بقى على اللي حصل من رجالة النادي الاهلي الشوت التاني مش هتكلم على اداء فني فنيا النادي الاهلي في فترات كتير جدا بيبقى حسن من كده لما عايز اتكلم عن الروح العالية ليه؟ لعيبة النادي الاهلي والروح العالية للجهاز الفني برا والروح العالية لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب والعوامل كلها طبعاً على رأسها الجمهور الأهلي العظيم أو الجمهور اللي كان متواجد علشان كاس السوبر وده اللي حصل في الأهل كل العوامل دي اتجمعت وأظهرت لنا روح الفانيلا الحامرة